السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هنبدأ سلسلة جيدة ومهمة جدا 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 وهي تعلم النور لأصحاب اللغة الإنجليزية اللهم الامريكان والبريتش كتير بنقول ان احنا مش قادرين نسمع ونفهم الكلام اللي بيقولوه ولما نيجي نسأل السبب ايه بيكون أغلب من الأراض هو انهم بيتكلموا بسرعة بس طبعا مش هو ده السبب الرئيسي لأن فيه أصوات أو حروب ما بتتنطقش أثناء الكلام هنفهم دلوقتي إزاي بالأمثلة والقواعد اللي هنمشي عليها علشان نقدر نطبقها ونتكلم بلغة فصحة ونقدر نسمع ونفهم كويس جدا يعني مثلا لو أنا عاوز أقول محطة بنزين كبير هقول بيج جاس ستيش مش هقول بيج جاس ستيش ايه اللي حصل كلمة بيج وكلمة جاس نطبقها ساي بيج جاس ما قولتش بيج جاس ليه لأن الكلمة الأولى بتنتهي بحرف الجي والكلمة الثانية بتبدأ بحرف الجي اللي هو نفس الحرف طبعا الحروف معين خروف ساكنة والخروف متحركة الحروف المتحركة هي خمس خروف بتبنع في كلمة اي يو زي ما احنا عارفها الاي 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 الاو الاي واي حرف تاني جرهم بيسمى حرف ساكن الفكرة هنا ان لو في كلمة انتهد بصوت ساكن او حرف ساكن والكلمة اللي بعديها بتبدأ بنفس الحرف او الصوت الساكن انا اعمل ايه بنحذف الحرف او الصوت الساكن من الكلمة الاولى يعني مثلا لو انا عايز اقول انا شعرت بتاعه هقول اي فلت تاير مش هقول اي فلت تاير ليه نلاحظ فلت بتنتهي بالحرف تي وكلمة تاير بتبدأ بنفس الحرف تي اذا بنحذف الحرف تي من نهاية الكلمة الاولى بس معها اي فلت تاير اي فلت تاير لو عايز اقول يوم سيء باد دي هنلاحظ ان كلمة باد بتنتهي بالحرف دي كلمة دي بتبدأ بنفس الحرف دي اذا هنحذف الحرف دي من نهاية الكلمة الاولى هتصبح باد دي كذلك في بيج جاس ستيشن هنا في حالة بيج جاس و جاس ستيشن هنحذف حرف ج من نهاية كلمة بي هتصبح بيج جاد هنلاحظ في الكلمتين جاس ستيشن ان كلمة جاس بتنتهي بالحرف اس و كلمة ستيشن بتبدأ بنفس الحرف اس اذا هنحذف الحرف اس من نهاية الكلمة الاولى هتصبح جاس ستيشن يبدو كلمة على بعضها بيج جاس ستيشن نزي كلمة ناكس تو كلمة ناكس بتنتهي بالحرف تي كلمة تو بتبدأ بنفس الحرف تي اذا هنحذف الحرف تي من نهاية الكلمة الاولى ناكس تصبح ناكس تو ناكس تو ناش هنقول ناكس تو غلط نسوي على المثال ناكس تو ناكس تو ناكس تو ناكس تو ناكس تو ناكس تو نسمع ثاني اذا هننعن بقى هن نتعلم ونصحح الكلام الي احنا كنا نطوق هلا من هنا هنبدأ نقرب ونفهم ازاي نقدر نتكلم زي الأجانب او متحدس اللغة انجليزية بتلاحق تابعوني vezes مشتركوا في القناة يفعلوا زر الجرس عالا شان ان شاء الله يوصلكوا باشعاروا بالحلقات الجديدة وتابعوا وركزوا واستمروا في الممارسة علشان تتعلم حاجة جديدة بإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته